موقف المرجعية الدينية العليا في كلمتها شديدة الأهمية أمس حين بدت وكأنها تنزع كل أرضية الأحزاب والقوى الحاكمة في البلاد منذ العام 2005 وأبلغتها أن الرجوع إلى فترة ما قبل المظاهرات بات أمرا مستحيلا وأن عراقا جديدا بانتظار أبنائه المنتفضين نتابع مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك وأيضاً إدانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة إن الحكومة إنما تستمد شرعيتها في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها من الشعب وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره إنه بالرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرف إلا أنه لم يتحقق إلى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الإهتمام به إن المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد إن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده والعراقيون هم من يتحملون أعباءها الثقيلة دكتور ياسين الحقيقة أجدد الترحيب بك وأسألك حضرتك كتبت أمس أن خطبة المرجعية من أوضح الخطب فقدت بموجبها بموجب أي تلك الخطبة فقدت السلطة شرعية الشعب بعد التظاهرات واليوم والقول لك فقدت دعم المرجعية أسألك ماذا يعني هذا شكراً جزيلاً تحية طيب لك أستاذ علي ولقناتك الكريم ولمشاهديك شكراً يعني لاحظ أنه إذا سلسن الخطب خطب المرجعية تحديداً في فترة التظاهرات والاحتجاجات ممكن أنه نصل إلى نتيجة أنه بالفعل أنه هذه الخطبة هي الأوضح بمعنى أنه قضية التأويل أو محاولة من يحاول أن يؤول هذه الخطبة بطريقة أو بأخرى وتعتيد أن هنا الحديث عن الطبقة السياسية لدائماً تأخذ الخطبة وتؤيدها ومن ثم تأول هذه الخطبة بالطريقة التي تخدم مصالحها أو بقاها يعني في هذا الظرف وفي هذه الفترة خطبة يوم أمس أعتقد أنه كانت واضحة وجلية بأنه على هذه الطبقة السياسية التي فشلت بشكل كامل في أن تقدم للمواطن العراقي والشعب العراقي أي شيء أن تغير من سلوكها وأن تغير أو تتغير تحديداً هنا يجب أن تتغير وبالتالي طرحت طرحت في الخطبة قضية الانتخابات المبكرة القانون الانتخابي أيضاً مسألة المفوضية وهذه مؤشرات يعني على أنه الانتخابات المبكرة أعتقد أنه بات الضرورية أيضاً يعني أنا شفت به هذه الخطبة حالة من اليأس يعني من المرجعية باتجاه هذه الطبقة السياسية وبالتالي شاهدنا أنه حملت المرجعية في هذه الخطبة حملت الطبقة السياسية المسؤولية وأيضاً لامتها بشكل كبير في أنها يعني طوال هذه الفترة مع هذه التظاهرات وهذه الأصوات لكنها ما زالت تصم آذانها وبالتالي ليس أو لم تستخدم طريق الإصلاح أو تلبية مطالب تظاهرين وأنما اكتفت بقضية التسويف والمماطلة شفنا أنه أنه السلطة والطبقة السياسية منذ يوم 1 أكتوبر بدأت ب كانت يعني مسألة التخوين والعمالة والأجندات ومن هذه الإصطوانات التي لم تعد أعتقد أنه لها مبرر أو من يصدقها وبالتالي المرجعية تحدثت أيضاً عن قضية أساسية ومهمة أنه على الطبق السياسي أن تفهم أنه ما قبل الانتخابات يختلف وهذا تحدث قصدك ما قبل التظاهرات مبكراً نعم ما قبل التظاهرات يختلف عن ما قبلها ما بعدها شخصياً تحدثت عن هذه المسألة يعني أنه اليوم مع هذه التظاهرات وبطريقتها وبالشعارات التي تحملها وبالسلمية التي ظهرت بها وبالأعداد الكبيرة وبالمساحة التي أخذتها إن كانت في بغداد والمحافظات الأخرى ذكرت أنه المعادلة السياسية في العراق تغيرت مع هذه التظاهرات منذ 2003 ولحد ما قبل بدء التظاهرات المعادلة كانت ما بين القوى السياسية الداخلية ودعمهم الخارجيون اليوم بعد التظاهرات دخل الشعب العراقي كطرف أساسي ومهم في هذه المعادلة وبالتالي هذه المعادلة المعادلة العراقية تغير أنا كنت يعني أود سؤالك عن هذا المعنى حضرتك لفت إلى قضية في غاية الأهمية حين قلت إن المرجعية بدت شبه يائسة من السلطة الحاكمة بالمقابل بدت قريبة جدا إلى صوت المنتفضين ما الذي يعنيه هذا وجود قوة معنوية كبرى سياسية كبرى إن شئت ممثلة بالمرجعية هذه القوة تقف إلى جانب الشباب المنتفق هذا يعني الشيء الكثير يعني في واقع مثل الواقع العراقي المرجعية التي تأثيرها ودورها على الشارع وتحديدا على الشارع الأساسي المنتفض اليوم هذا بالتأكيد ممكن أنه يعطي للتظاهرات زخم جديد قوة جديدة بالتالي أن تصر هذه التظاهرات على مطالبها في أن يكون هناك بالفعل عمل أو إصلاح جدي وحقيقي وليس قضية لا مماطلة ولا تسويف ولا إصلاحات ترقيعية مثل ما بات يعني معهودا أو علمتنا السلطة في الإراق والطبق السياسي في الإراق دائما تطرح مسائل تسويفية وترقيعية لا اليوم اليوم يعني يعتقد أنه بالدرجة الأولى في تصوري واعتقادي أنه قوة التظاهر قوة هذا الشباب الحماسي الشباب اللي يحمل مع هذه الحماسة وهي مهمة كطاقة للتظاهرات يحمل وعيا كبيرا يعني وهذا ما شهدناه وبالتالي شكل حالة من الصدمة للبعض وحالة مفرحة للأطراف المؤيدة للتظاهرات هذه النقطة هي الأساسية والمحورية في تظاهرات العراق في هذه اللحظة طاقة الشباب هي اليوم انضافت لها انضافت لها بخطبة يوم أمس طاقة جديدة محركة على الأقل يعني الغطاء الذي يتغطى به تتغطى به الطابق السياسي الحاكمة والسلطة الحاكمة في أنه هي مدرومة من المرجعية انتهت الحقيقة دكتور ياسين اسف لمقاطعتك هذا ما حصل بالأمس يعني القوة تقريبا معظم القوة التي تحملت السوء خلال السنوات الماضية من 2005 إلى اليوم وكل الأحزاب التي أسهمت في قيام نظام اللاعدالة الاجتماعية والفساد والتعسف كل هذه القوة أمس أصدرت بيانات تأييد للمرجعية لهم عودونا هذه الطبقة السياسية مع كل خطبة يعني خطب سابقة في 2015 و2016 يعني أيضا الكل أيد ونذكر في دورة العبادي عندما أيضا حدثت التظاهرات وكانت هناك خطبة قوية للمرجعية مجلس النواب بشكل كامل لا أعطى صلاحيات لغيس الوزراء حينها حيدر العبادي والكل كان يعني يؤيد الخطبة ويؤيد ما جاء في خطبة المرجعية لكن الطبقة السياسية لديها وسائلها السلطة لديها احتيالاتها في كيفية أنه تلتف بطريقة أو أخرى على الخطبة ومحاولة تميئها أو محاولة حتى أحيانا استثمار ظرف معين حادثة معينة حدث ممكن أنه تستثمر وبالتالي تحاول أن تنسي الجمهور لكن فتها قضية أساسية في هذه اللحظة أن هناك وعي شبابي يعني يتمتع به المتظاهرون في ساحات التحرير لديهم ذاكرة قوية لا كما تعود السياسيون في الانتخابات الماضية والسابقة يفسدون ويسيئون وبالتالي عندما تأتي الانتخابات يظهرون بشعارات معينة وبحملة انتخابية معينة يناغمون بها وتر معين للناخبين وبالتالي يذهب أو أحيانا وفي فترات معينة أنه يطرحون قضية مخاطر التي ممكن أن يمر بها العراق وبالتالي يراهنون على ذاكرة الناخب العراقي ومرروا نفسهم في أكثر من دورة في هذه اللحظة بالتوقع أنه الذاكرة التظاهراتية والشعب العراقي الذي يقف في معظمه إلا الطبقة السياسية والزبائنية اللي موجودة ضمن هذه الطبقة السياسية هي ضدها لكن معظم الشعب العراقي اليوم ذاكرة قوية بدأ يطرح حلول ويطرح مطالب ويفتح دفاتر وسجلات قديمة